سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم بإنشاء وحدة من أكبر شركة ألعاب الفيديو في التاريخ في هذه الحلقة سنكتشف ذلك كانت لعبة Grand Theft Auto أو GTA هي الانطلاقة الفعلية للشركة رغم إصدار ألعاب أخرى مثل Mortal Kombat إلا أن Grand Theft Auto كانت مختلفة عن البقية تميزت اللعبة بسيناريو مشابه للحياة الحقيقية لم يكن بها أي نوع من الخيال العلمي وهو ما جعل الكثيرين يحبونها أرادت شركة روكستار الإبتعاد عن الخيال والاقتراب من الواقعية وفي أثناء ذلك قاموا بصنع ألعاب مثيرة للجدل وقد تم منع بعض ألعابهم في الكثير من الدول وذلك بحجة تحريضها على العنف لكن ذلك العنف الموجود في الألعاب زاد من شعبيتها بدأت قصة روكستار مع أخوين من لندن سام ودان هاوسر كان للأخوين الذكاء الكافي الذي سيؤثر بشكل كبير على مستقبل الشركة أمهما كانت مماثلة مشهورة وهي جيرالدين موفاد بدأت مشوارها الفنية رفقة المماثل الشهير مايكل كين في فيلم جيت كارتر وهو الفيلم الذي كان مرتبطا بعالم الجريمة أما الولد فكان موسيقيا وقد كان واحدا من أشهر عازفي موسيقى الجاز في أنجلترا وهي الموهبة التي تميز بها الإبنان أيضا حيث كان عازفين موسيقيين في عام 1980 بدأ سام في التفكير بشيء يساعده على تغيير حياته وهو ألعاب الفيديو عندما اكتشف سام ألعاب الفيديو أدمن عليها وشعر بأنها تنقله إلى عالم آخر بعد ذلك اكتشف أخوه أمرا بإمكانه أن يغير نظرته إلى العالم إنها موسيقى الهيب هوب وفرت لهما موسيقى الهيب هوب ذلك الجو الذي يسده حب التمرد وكره النظام المدني في عيد ميلادي سام الثامن عشر استحبه والده إلى نيويورك لاقتناء بعض الملابس الجديدة كان سام يتجول في شوارع نيويورك وكأنه مغاني رب المحلي في أحد الأيام كان سام يتناول الغذاء مع والده الذي كان مديرا تنفيذيا لشركة التسجيل الصوتي بي ام جي وهناك سأل سام والده لماذا كل من يعمل في مجال التسجيل هم أناس كبار السن؟ لماذا لا يعمل الشباب هناك؟ كان هذا السؤال هو طريق سام للحصول على وظيفة في الشركة وقد حصل أخوه على وظيفة هناك أيضا وبعد العمل لأيام في الشركة حصل الأخوان على فرصة لقيادة مشروع ألعاب جديد أطلقته الشركة للتو ولم يكن لدى الأخوان أي فكرة عن كيفية التعامل مع الأمر هنا بدأ الأخوان يتعاملان مع أول مشروع ألعاب فيديو لهما وهما لا يملكان أي خبرة في هذا المجال في عام 1997 قام الأخوان بإنشاء لعبة للقيادة الحرة وإطلاق النار وهي اللعبة التي تطورت لاحقا لتكون واحدة من أعظم الألعاب في التاريخ في البداية كان اسم اللعبة Race & Chase ثم حملت اللعبة اسم Grand Theft Auto في عام 1998 تم شراء شركة بي ام جي من طرف شركة تسمى Take Two سمح ذلك للأخوان سام وادان رفقة مديرين تنفيذين آخرين بالانتقال إلى نيويورك وإنشاء شركة تابعة لشركة Take Two تحت مسمى Rockstar Games النسخة الثنائية الأبعاد من GTA حققت نجاحا باهرا لكن Rockstar لم تصل درجة الامتياز إلا بعد إنتاجها للعبة GTA 3 ثلاثية الأبعاد الأمر الذي ساهم في حصول هذه اللعبة على شهرة كبيرة هو منح اللعبين حرية تامة إذا أردت يمكنكم اتباع القصة وإنجاز المهمات أما إذا لم ترد فعل ذلك فيمكنك أن تجوب الطرقات وأن تفجر الأشياء أو أن تفعل ما تريد العالم المفتوح كان أهم خاصية تميزت بها هذه اللعبة كان هناك الكثير من العنف لكن إمكانية سرقة السيارات ودهس المرة وتغيير الملابس وشراء الأكل من محلات الأكل السريع هي إضافة جعلت اللعبة رائعة ذلك ساهم في نجاح كل إصداراتها حيث حصل اللعبون على فرصة للقيام بكل ما يريدونه في عالمهم الافتراضي شركة روكستار تم إنشاؤها لتحقيق هدف محدد سوف نحاول جعل ألعاب الفيديو أكثر متعة وترفيها ستكون الألعاب القادمة مثيرة للاهتمام وفردة من نوعها نحن كشركة نزع إلى أن ندمج عنصرين معا سوف نحاول أن نجمع بين إنتاج الأفلام وهوس ألعاب الفيديو في منتج واحد وهو أمر لم يقم به أحد من قبل بدأت الشركة في ريادة عالم ألعاب الفيديو الخاصة بالبالغين أرادت الشركة تطوير الألعاب بشكل مستمر وهو ما تم فعله في عام 2002 تم إطلاق لعبة GTA V City تدور أحداث اللعبة في مدينة مايامي سنة 1980 يمكن للعابين هناك يعيش حياتهم بكل حرية ما زالت اللعبة إلى غاية اليوم تحتل المركز الرقم 44 عالميا في قائمة أفضل ألعاب الفيديو حققت الشركة نجاحات أخرى بألعاب مثل ماكس باين وميدنايت كلاب وريد ديد في وقت قصير أصبحت الشركة رائدة لألعاب الفيديو وتحول الأخوان إلى نجمين حقيقيين استمرت الشركة في تطوير الألعاب من حيث الجودة والتصميم والأحداث لكن ألعابها أثرت جدلا كبيرا أصبحت الشركة هدفا رئيسيا للسياسيين المعارضين لتأثير ألعاب الفيديو العانفة على الشباب هذا الصراع جعل شركة روكسر أكثر شعبية الناس يرغبون دائما في الحصول على الأشياء التي يخبرهم الآخرون بأنهم لا يستطيعون الحصول عليها ورغم كل الضغوط أطلقت الشركة إصدارت جتي آيسا أندريا سنة 2004 وهي اللعبة رقم 21 في قائمة أكثر الألعاب مبيعا في التاريخ دارت أحداث اللعبة في عالم اختراضي مطابق تماما لمدن لاس أنجلوس سان فرانسيسكو ولس فيغاس الخريطة كانت كبيرة واللعبون كانت لهم الحرية التامة في اتباع المهام أو القيام بما يريدون القيام به بكل حرية كل شيء كان مثيرا للاهتمام وقابلا للتعديل حتى الشخصية الرئيسية للعبة والمعروف باسم سي جي يمكن أن يسمن إذا أكل كثيرا وينخفض وزنه عند ممارسة الرياضة لكن الشركة تعرفت حدودها وقبل إصلار اللعبة تم حذف العديد من المشاهد التي اعتقدوا أن فيها بعض المبالغة كان هناك مشهد خاص للبالغين وتم استبعاده من اللعبة لم تتم إزالته بالكامل لأن ذلك يتطلب تعديل الكثير من الأكواد البرمجية لكن تم يخفاؤه فقط بمجرد إطلاق اللعبة بدأ اللعبون في تعديل التعليمات البرمجية للغش والحصول على امتيازات إضافية سرعان ما تم اكتشاف طريقة لإظهار المشهد المخفي في اللعبة عبر تعديل بعض الأكواد البرمجية ذلك المشهد أثار جدلا واسعا وعرض الشركة للكثير من الدعا والقضائية التي أدت لإعادة تقييم المحتوى كانت اللعبة في السابق حاملة لتصنيف أم لكنها الآن مصنفة على أنها خاصة بالبالغين فقط كلفت ذلك الشركة خسائر قدرها 25 مليون دولار حيث أدت قيم اللعبة الجديد إلى حجبها في العديد من متاجر الألعاب التي ترفض سياستها عرض ألعاب من هذا التصنيف أحد الأخوين وهو سام هاوسر تم استدعائه إلى الكابيتول هيل للاستماع إليه ثم تم إغلاق القضية عام 2009 ورفضت الشركة بعد ذلك تقديم أي تصريحات بخصوص الموضوع لكن رغم كل شيء فإن هذه القضايا زادت شعبية اللعبة أكثر وأكثر في العالم بعد نسخة سان أندريس انتظر المعجبون صدور نسخة جديدة منها اللعبة لكن في عام 2006 صدمت شركة روكستار الجميع بإصدار لعبة طابل تينيس لا فوضى ولا أحداث مهمة فقط لعبة بسيطة وهادئة لكن ذلك لا يعني أن الشركة قد فارغت من إنتاج الألعاب المشوقة بعد ذلك بسنة أصدرت روكستار لعبة بيلي كانت أحداث اللعبة مرتبطة بالعنف المدرسي والمشاكل التي يتسبب بها الطلاب اللعبة التالية كانت مانهانت 2 كانت اللعبة عنيفة جدا وحصلت على تصنيف للبالغين فقط بعد ذلك تم حضرها في العديد من دول العالم اضطرت الشركة بعد ذلك لتخفيف مستوى العنف في اللعبة التي تتمكن من تسويقها وفي نفس الوقت لم يكن الأمر مهما جدا لأن لعبة جي تي اي كانت هي الورقة الرابحة كانت الشركة قريبة من إطلاق إصدار آخر من جي تي اي وذلك سيذكر العالم بما يمكن لروكستار فعله تم إصدار لعبة جي تي اي فور التي دارت أحداثها في مدينة نيويارك وقد حققت اللعبة نجاحا كبيرا تحتل اللعبة المركز الرابعة والعشرين بين أكثر الألعاب مبيعا عبر التاريخ وقد طورت الشركة الرسومية كثيرا ذلك جعل مشاهد اللعبة بجودة اتش دي كلف إنتاج اللعبة حوالي 100 مليون دولار ولم تترك الشركة أي أمر للصدفة لدرجة أنها استأجرت مجموعة من الباحثين للعصر على الموسيقيين المغمورين وشراء حقوق أغانيهم ومعزوفاتهم الموسيقية لكن هذه ليست أعظم لعبة اللعبة الأعظم كانت بعد ذلك جي تي اي فايف إنها اللعبة الأكثر مبيعا في التاريخ والتي حققت إيرادة وصلت قيبتها 6 مليارات دولار ذلك أكثر مما حققه أكثر فيلمين مبيعا في تاريخ هوليوود وهم أفاتار وأفنجرز انت جيم أول مليار دولار تم تحقيقها في أول ثلاثة أيام بعد إصدار اللعبة التي كلف إنتاجها 250 مليون دولار يمكننا القول بأن اللعبة لم تكن صغيرة خاصة مع المحتوى الإضافي القابل للتنزيل من الانترنت والذي يسمح بتطوير اللعبة أكثر استغرق الأمر ألف صفحة من الأكواض البرمجية ثمانية ستوديوهات إنتاج وشهورا عديدة من تسجيل الأصوات والحركات تحدث المنتجون مع خبراء في مكتب التحقيقات الفيدرالي وبعض العصابات من أجل الحصول على أفضل تجربة ممكنة روكستار فعلتها مرة أخرى كانت الخارطة هائلة الرسومات متميزة وأحدث القصة مشوقة وتتمحور حول ثلاث شخصيات رئيسية لكل منها دور محدد في اللعبة كان ذلك مزيجا من كل الأمور المدهشة في الإصدارات السابقة لللعبة ومؤخرا فقط قامت روكستار بإصدار لعبة Red Dead Redemption 2 والتي لاقت إشادة كبيرة من الجمهور قصة رائعة وصور مدهشة المشاهد مصممة بجودة عالية تجعلك أحيانا تتوقف عن اللعب لإلقاء نظرة من حولك كل ذلك أثار الكثير من الفضول حول إصدار GTA القادم وبما أن GTA 5 قد صدرت منذ حوالي 6 سنوات فإن الوقت مناسب الآن لإطلاق إصدار جديد وبصفته المؤلفة الرئيسية لقصة GTA قال دان إنه غير متأكد من أن شركة ستنتج إصدارا آخر من اللعبة خاصة بالنظر للوضع الذي تعيشه أمريكا اليوم والعنصرية الكبيرة التي يعرفها العالم وصرح بأن المتطرفين السياسيين اليوم سيغضبون بشدة وأنه إذا تم إصدار اللعبة فإنه سيتم حظرها في غضون دقيقتين فقط كل ذلك يشير إلى أنه إذا كان هناك إصدار جديد من اللعبة فإنه سيحاكي وقتا مضى وتقول بعض الشائعات إن الإصدار الجديد قد يحاكي بعض المدن الأمريكية في سنوات الثمانينيات المتابعون متحمسون جدا ونحن أيضا وعلى الرغم من عدم وجود إعلان رسمي عن جتي أي ستة إلا أننا وثقون بأن روكستار تعمل على ذلك هذه اللعبة من الممكن أن تكون خاصة بمنصة الألعاب الحديثة نظرا لمتطلبات الأداء الكبيرة التي تحتاجها كما أنها ستكون أكبر عمل تقدمه روكستار في تاريخها في الختام تبقى الشركة ملتزمة بإعطاء الحرية الكاملة للعبين وهو الأمر النادر الذي لا تقدمه الكثير من شركات الألعاب حققت روكستار ثروة في عالم هذه الألعاب الحرية والتصميم الرائع والجودة العالية والقصة المثيرة والمشوقة التي تشبه إلى حد كبير قصص أفلام هوليوود هذا أمر لا يمكن لأحد منافسته وبالنسبة للأخوين سام ودان فالأمر كله يتعلق بإثقان العمل فقط يقول دان هاوسر هدف شركتنا هو أن لا يقول اللعبون أن اللعبة بها تصميم جيد وقصة سيئة أو أن يقول إن بها قصة جيدة وتصميم سيئ نحن نحاول تقديم لعبة متكاملة لا يمكننا أن نجبر اللعب أيضا على القيام بأمور محددة إذ لا يطلاق النار من على أسلح المنازل فقط نريد أن نطور ألعاب الفيديو وإذا أمكننا أن نجعل الأشياء أفضل فلماذا لا نقوم بذلك؟ هذا درس للجميع إذا كان بإمكانكم إنجاز شيء فأنجزوه بأفضل طريقة ممكنة لكي ننهي الحلقة دعونا نتعرف على أفضل لعبة أصدرتها شركة روكستار حسب رأيكم شاركونا بذلك في التعليقات وأخبرونا أيضا عن توقعاتكم بخصوص لعبة جتي آي 6 إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟